لم يتمكن فريق حسني ياكير من الخروج بنتيجة إيجابية إمام ضيفه أمبيك أسفي وتلقي الهزيمة بهدف للصفر في للمواجهة التي دارت بين الطرفين مساء اليوم بملعب إدرار بمدينة أكادير وقادها الحكم سعد وريد فريق أولمبيك أسفي سجل هدف الفوز في الوقت بلا الضائع بواسطة اللاعب سمتي الفريق السوسي بعد هذه الهزيمة أصبح يحتل الرتبة 12 نقطة فيما فريق أولمبيك أسفي يحتل المركز الثاني مؤقتاً برصيد 19 نقطة اشتركوا في القناة